كلمتوكوا قبل كده عن الحشاشين أو الحشاشون المسلسل اللي هو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وفي مجموعة من النجوم زي كريم عبد العزيز وأحمد عيد وفاتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين ومجموعة كبيرة من الممثلين تكلمنا عن الحشاشين سياسيا وتكلمنا قبل كده عن هلهلة النص الدرامي وتكلمنا عن التزيف النهاردة نتكلم عن الأداء لا غبار على كريم عبد العزيز على أنه ممثل موهوب وعنده أدوار جميلة جدا وهو ممثل كوميدي ودمه خفيف ويؤدي بشكل كويس لكن للأسف كريم عبد العزيز عنده مشكلة حقيقية في اللغة العربية أو تقديم العمل باللغة العربية ويمكن ده اللي خلاهم يعملوا عمية لتقريب لمشاهد المصري ولا بتاعه لكن من الحاجات المذهلة البديعة في مسلسل الحشاشين هو دور فتح عبد الوهاب فتح عبد الوهاب سواء في المداحة أو في الحشاشين أو كل أدواره الآن في المثقافي وأبلاها لحد النهاردة وإنت قدام فنان بيتطور يوميا عنده تكنيك وعنده أداء عنده روح يقدر يخضم العمل يقدر أنت تحسي أنت متشوفش فتح عبد الوهاب أنت بتشوف الشخصية يقدر لما عمل نغرام الملك عمل الشخصية والحقيقة أنه كان قتله في نص المسلسل أو عبد نص المسلسل بحل إتيم كان مزعج للناس اللي بتحب تمثيل فتح وطبعاً نظام الملك قتل بهذه الطريقة على يد أحد رجال حسن طبعاً مش بالطريقة بتاعة الهجس اللي هو شرب الحشيش والكلام ده لكن فتح عبد الوهاب في نظام الملك هو ممثل أسطورة راجل سالة إيديه وبيمثل راجل بيمثل بشكل حقيقي ومبدع أنت قدام موهبة حقيقية في أدوارها كل دور مختلف عن التاني أنت بتقدم هنا دور يعني يختلف عن دور المداع لا يختلف عن أي دور بيعمله فتح عبد الوهاب في المسلسل كمان موهبة تقيلة أحمد عيد وأحمد عيد معروف أنه هو رجل بيستطيع أنه يقدم كوميديا حقيقية كوميديا تضحك بجد كوميديا متعوب عليها وأحمد عيد موهبة كبيرة لذلك دوره في الحششين دور رائع ودور بديع ودور ناجح جداً في الأداء في البساطة برضو سالة إيديه زي فتح عبد الوهاب كمان سوزان نجم الدين وسوزان نجم الدين فنانة سورية كبيرة يعني سوزان نجم الدين واحدة من ممثلات الصف الأول في سوريا وقبل حتى ما تيجي مصر وتقدم أدوار في مصر كان لقى حضور كبير جداً والأعمال التاريخية لحاتم علي أو الأعمال الدرامية اللي عملتها مع أيمن زيدان وأيمن رضا ومع جمال سليمان الحقيقة أنت قدام موهبة متفردة وسوزان نجم الدين من الممثلات اللي هم جم مصر فأتقنت اللهجة المصرية بشكل مدهش وشكل عجيب إنها بتكلم مصري كأنها مصرية ما تحسش إنها سوريا لنار في الحشاشين وهو الدور اللي بتجذب النساء اللي هم اللي بعملوا الحور العين اللي هي الجنة اللي حسن الصباح عملها فسوزان هنا في هذا الدور تتقمص الدور بشياكة وبرقي وبأناقة وبتقدر تقنع الناس بالدور اللي قدمته سوزان كمان في لفتتها في هاتوها في نظرتها في كلامها للستات أو للبنات اللي هم يعملون الحور العين أو اللي هيستخدمهم حسن الصباح للخلاص من كل أعداء ومن نغام الملك إلى الحاكم إلى كل شخص أو إلى الوزراء اللي عايز يخلص منهم ليقيم المذهب النزال الباطني بتاعه هو تقدر تعمل الدور دا كمساعدة في جذب النساء وتربيتهم وتأهلهم وهي سوزان نجم الديني هي ولادة بنت المستكفي اللي بتحب ابن زيدون في أعمال حاتم علي العظيمة عن الأندلس هي كمان اللي خاتون في صلاح الدين أو عصمة الدين اللي كانت متزوجة من نور الدين زينكي وبعد كده اتجوزت صلاح الدين الأيوب في مسلسل عظيم جداً من إخراج حاتم علي ومسلسل دا يتشاف ألف مرة الحقيقة يعني لا يمل فيه الأداء والإبداع لحتم علي الله يرحمه أو ليه وليد سيف الكاتب أو ليه جمال سليمان أو ليه تايم حسن لكنا عمل دور بديع جداً فكل الفنانين اللي شاركوا في هذه الأعمال لما نزلوا مصر زي سوزان وزي جمال عملوا أدوار أو زي أيمن زيدان عملوا حقيقة أدوار بديعة وأدوار جميلة جداً لذلك دا من الحاجات اللي تخليك تشوف مشاهد في مسلسل الحشاشين لهؤلاء النجوم المشكلة الحقيقية هنا أنه أنت عامل قصة أنها من أباطيل التاريخ وأن أنت بتسقطها على جماعة الإخوان زي ما بتقول فمن الواضح أنه يعني لو الإخوان المسلمين كانوا بقوة حسن الصباح لكن حد ينقلب عليه ولا حد قدر يخلص بينهم ولا يعني يعمل اللي عملوا فيهم لو كان لديهم دهاء حسن الصباح ومكر حسن الصباح وطبعا دور حسن الصباح أكيد رديء في التاريخ يعني بقولش أنه هو دور عظيم بس أو يعني شخصية عظيمة في التاريخ دور رديء لكن أنت إسقطاتك غير صالحة هنا لأنه هو في الآخر حسن الصباح في 15 حلقة في المسلسل بينتصر للفقراء وبينتصر للبسطاء من الناس هنت هنا بتكلم عن واحد بيجيب الحقوق من الظلمة حسب ما وصلت دور للناس سيبك من شوية السحر والشعواز مش هوصلوا غير للنخبة أو الناس اللي اللي لها في الوعي الثقافي أو الفكرة أو الناس مش هتبقى مشغولة بالحاجات اللي انت عايز توصلها لذلك هنا انت عندك مشكلة حقيقية أن انت عندك نص عايز تسقطه على السياسة يعني كان بالإمكان تعمل حسن الصباح زي ما بتعمل ألف ليلة وليلة زي ما بتعمل الروايات الدرامية أن انت تقدم عمل خيالي أو تعمل عمل حقيقي واقعي زي عظمة وحيد حامد في الجماعة الشغل اللي عمله وحيد حامد عن الشيخ حسن البنة والتمثيل اللي كان موجود والدراما اللي كانت موجودة والأحداث وربط الحلقات بصرف النظر انت مسألة انك تختلف أو تتفق لكن وحيد حامد كان بيقدم فن كان بيقدم حياة حقيقية على الشاشة الشخوص اللي موجودة على مصرح الحياة في أعمال وحيد حامد سواء دراما أو سينما أو تلفزيون أو لا انت في شخوص تتحرك وتمشي وفي حبكة في قصة في رواية انت تقدر تصدقها وده يمكن اللي أنا بتكلم فيه أنه مصر تفقد القوى النعمة مصر ليس لديها قوى نعمة حقيقية القوى النعمة الحقيقية غابت عن مصر القوى النعمة بمعنى إيه؟ بمعنى في السياسة والصحافة والفن من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ إلى مصطفى أمين ومحمد التابعي ومحمد حسين هيكل وموسى صبري إلى التلاعب بعقول الناس إلى سحر الناس بجمال عبد الناصر وبأنور السادات وتصوير عبد الناصر بالزعامة والكارزمة والحضور والشغل اللي تعملهم كان فيه قوى نعمة تشتغلهم كان فيه قوى نعمة حقيقية وده بيعود برضو أنه كتير من الناس المسؤولين اللي كانوا موجودون في السلطة أيام عبد الناصر والسادات كان عندهم مشاركات فيه رؤية سياسية مظاهرات دور ضد الاحتلاء يعني كان أنور السادات متهم بمقتل أمين عثمان وقصة كبيرة أوي والألمان والإنجليز أنت بتكلم عن شخصيات اتحفرت وقت السادات اتربع أو يعني صادق في صعلقته زكري الحجاوي محمود السعدني وعد الإمام أنت هنا في مشكلة حقيقية دلوقتي والسيسي أنا بصدقه الحقيقة في الجملة اللي قال فيها يا بخت جمال عبد الناصر بإعلامه يا بخته بإعلامه صحيح لأن عبد الناصر اتعمله إعلام يا راجل الهزيمة بقت نكسة تحولت الهزيم إلى ناصر تحول إلى أنه يستخدم جميع الفنانين في قطار الرحمة يعملوا يلموا تبرعات ويلموا فلوس يا راجل ده نيويورك تايمز تقريبا نيويورك تايمز أو مش فاكر الصحيفة أمريكية نشرة الكلام ده أنه راح تعملت انفستيجيشن أو تحيي استقصائي نعم الناس أيام حرب اليمن فقالوا أن عبد الناصر أرسل جنود الجيش المصري ومعهم السلاح ومعهم حاجة صغيرة كده حاجة بسيطة اسمها الراديو الترانزيستور والراديو الترانزيستور ده من خلاله قدرت صوت العرب تلق الكلمات عبد الناصر وخطاباته ورسيله وأهدافه فيبقى العرب كلهم يتزعمهم عبد الناصر هو هنا اللعب هنا الميديا مكلمكش في حقه وباطل وأنه ده إعلام كذب أو إعلام ما هو لكنه أكلمك على أنه إزاي أنت تقدر تعمل ده وإنت مش عارف تعمل ده فعشان كده يطلع عمل زي حسن الصباح بهذا الشكل اللي خرج به عشان كده يطلع أعمال درامية خلاص رشاشات وسلح وسينة وضرب والإرهاب ودقون ولحة وخلاص والإسلام السياسي والتكفريين والإرهابيين ودعش صوات خلص العمل النسها الناس فاكرة لحد الوقت رأفت لهجام كل ما يتعرض أو يعاد تتفرج عليه الناس فاكرة لها الحلمية الناس فاكرة الشاهد والدموع الناس فاكرة دموع في عيون وقحة الناس فاكرة حتى الدالي الناس فاكرة عمر بن عبد العيزي بتاع نور الشريف الناس فاكرة أعمال نور الشريف اللي كتب قاله مصطفى محرم الناس فاكرة الشغل ده ما نسيتوش كتير من المسلسلات اللي اتعرضت في مصر كانت مصر يا جماعة رائدة رائدة في السياسة رائدة في الإعلام وأوسكت صفوة الشريف التعبير الشهير الريادة فعلا كانت مصر رائدة حتى في أيام مبارك لكن للأسف دلوقتي بقى جعفر العمدة ونعمل أفوكاتو والحشاشين والشغل اللي موجود في هذا الرمضان هذا العام دراما للناس وأنت بتتفرج كده بتفطر ولا بتشرب شاي ولا بتاع تشوف لك شوية مشاهد وتحكي مع الناس اللي جنبك اللي قاعدين حواليك بضيوف أو قريبك أو صحابك أو مراتك أو خلتك أو ما آخر يعني فاهم وتعدي ما فيش التركيز اللي هو أتعرض مشهد كانت شوية تبقى فضية في مصر فيخسارة أتمنى أن تعود لمصر ريادتها في كل شيء في السياسة وفي الفن وفي الإعلام وقبلهم الحياة الآدمية للمواطن المصري شكوركم